بدأ مشوار الاحتراف الداخلي في سن مبكرة وخضى خلال مسيرته الاحترافية الكثير من التجارب وتنقل ضمن صفوف العديد من الأندية المحلية ومنها وحدة صنعاء وهلال حديدة بالإضافة إلى أهل تائز مسيرة نجم حافلة بالإنجازات والألقاب لاعب يمتلك من الحس التهديفي ما لا يمتلكه غيره كان له من الصفات ما يتفوق بها على أبناء جيله ولولا الإصابات لكنا شاهدين على بروج نجم خالد في سماء الكرة اليمني المزيد مع الكابتن محمد علاية في هذه المادة طمع قصتي هي قصة أي لائب الفئة العمرية تبقى لك بس أعتقد أنا كانت هدايتي كنت رعبنا منتخب المدرسة زمان وكان الكابتن أحمد راشد موجود بطيب الذكر شاهدني العبارة السلعاني طوالي للفئة العمرية الشعبية يعني أنا الشيء لا أفتخر فيه وأعتزفي أني لحقة الحق بالذهبية الشعبية وستطعت أثبت نفسي أقدامهم وهذا كان أعتبر أحد الإنجازات الشخصية لي أني لعبت مع لعبين أمتاج فكر القبيشي ومشوان الهجام ومضان عبدالكبار وإشارة اللورافي وأكرم اللورافي وحمد قاسم علي الميتمي فيس الحاج ووفي عبدالله ومشوان العزيز يعني الحقبة كناد كلها حقبة ذهبية واعتبر هذا كل جيل الذهبي شعب حققنا بطولات والصيف وكأس الرئيس كان مثل شيء غالي يعني لا البيت الأول هو البيت الأهلات الأسنية لكن كان نفس الشيء كانت أحس أن أنا أنت أمين الكيانة حتى كان عندي تجربة احترافية أكثر من هذه بس شعب كنت أحس بالاستقرار من اللاعبين اللي ظلموا كثيرا الحمد لله استطعت أثبت وجودي رغم المعوقات اللي كانت تنصب أمامي والحروب السرية اللي كانت تحدث لكن الحمد لله فضل الله تمكنت مني أثبت نفسي بالساهر يا رديمي قصة انتقالي للهلال كان فيها قصة وفيها قرارات ما يدم عليها حتى الآن طبعا قبل ما أروح للهلال أنا كنت متفق مع نادي السقر أنه بلعب معاهم هذاك الموسم وكنت معاهم في معسكر في صنعة وصراحة كان نادي مثالي وأجواء كانت يعني مهيئة للإبداع طبعا تواصلوا معي ذارة الهلال ولاعبين الروني صراحة بالهلال أنه بيكون الهلال هدفهم ومشاركة الأسيوية وأنه بجمع نجوم اليمن وأنه بيكون يعني فريق لا يقارن باليمن طبعا أنا أخذت أخذت القرار اللي غلطيك ندمان عليه عن سهلت من المعسكر بدون ما أكلم أحد ما ليستقر روحت على طول معسكر نادي الهلال أول ما شفت المعسكر نادي الهلال أتفاجأت بالأجواء العشوائية مع احترامي لأكثر اللاعبين بلون ذكر أسماك أنه مخزنين كل اللاعبين يعني ندمت من أول لحظة أول رسولي شاركت مع المنتخب الناشئين مع الكابتن سبيتلر الألماني وطبعا هذا كله أول ما طار في روحت كنا مع اللاعبين اللي اختارهم الكابتن سبيتلر الألماني الخبير كنا حوالي ثلاثين إلى أربعين لاعب بعدين تم تصفية وصلنا إلى خمسة وعشرين لاعب بعدين جاء قرار أن سبيتلر الألماني بيدرد منتخب الشباب والكابتن أمين السنيني بيدرد منتخب الناشئين الكابتن سبيتلر رفاع اسمي أنه أطلع منتخب الشباب طبعا في هذه اللاحظة كنت أكيدا أصغر لاعب منتخب الشباب أولا كان عمره 17 سنة وما قد لاعب شو فريق الأول ومعظم اللاعبين أو كل اللاعبين منتخب الشباب كلهم لاعبين فريق أول بانديتهم تم استدعائي المنتخب الأول ومعسكرات مع المنتخب الألموي ولكن تعرضت لإصابة أرباط صليبي هي اللي عرقلت مسيرتي الكروي يعني بشكل كبير حسنتي رجعتني لخلف أربع سنوات والله شعبيب يحتاجي أول شيء من الصفر البنية التحتية صفر شعبيب لا ملاعب لا الجهزة فنية موحلة لا احترامي للكباتنا اللي يدربون العشرين لازم يكون عندهم دورات على حساب النادي ولازم يهتموهم أكثر طبعا هذا عمل الإدارة إذا في البنية التحتية طيب ما فيش يعنيه ما فيش إدارة أحد الله أكثر أحد 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 كانت دائما على الثرغة الكبار هالي صنعها الساكر الكتلال هالي الحديدة وبس أبرز هدف اللي كان بأزال عبدالسلام وغرباني ضد أهل الحديدة أهل الإنماراتي بإفتاحها لإفتاحها لإفتاحها لإفتاحها